طيب، يعني قبل ما ندخل في هذه الفيديوهات التاريخية المشوقة الحقيقة معنا على الهاتف الزميل العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي علشان نشوف ماذا تقرر في هذه الجلسة أستاذ شريف أهلا بيك السلام خيرات أستاذ الرحيم، تحية لحضرتك ولمشاهديك الكرام والدنا والمهندس للعجل الطابع والعجل الطيعي أنا أعتقد أنه النهار ده يوم مهم، مجلس الإدارة في حالة كمان طيبة جدا الجلسة زي ما حدثك عارف يا محضر الجلسة الرقم 13، الجلسة مستمر الحقيقة من الأسبوع الماضي ومفتوحة أيضا تستكمل في وقت لاحق وحدث فيما بعد يعني الحقيقة أنه أول حاجة المجلس كان حاليس عليها إبراهيم هو توجيه التهنئة طبعا لأعضاء الجمال العمية للنادي الأهلي ولجمهير النادي الأهلي وبناسبة اعتماد لأيحة النظام الأساسي اللي تم التصويت عليها في 28 سبتمبر الماضي وتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع وبالتالي دخلت حقيقة التنفيذ بمجرد النشط طبقا للقانون والدستور وبناء عليه أصبح من حق النادي الأهلي أن يدعو الاجتماع جميع عمية عادية بناء على هذه اللائحة وبالفعل مجلس الإدارة كان أول قرار خاده النهاردة هو دعوة الجميع العمومية للنادي الأهلي لاجتماع يومي 23 و24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي للعام المالي 2017-2018 وأيضا منقشة باقي جدول الأعمال والمجلس الحقيقة بيهيب بالسادة الأعضاء يعني الحرص على المشاركة في هذه الجمعية لمنقشة المجلس وممارسة حقهم الدستوري في الحساب والنقاش وما إلى ذلك يعني نفسي مرة الجمعية العمومية العادية تكتمل بشكل منطقي يتحاسب يتشكر يعني في كل الأحوال هي لها دور يعني صحيح أنا متفق مع حضرتك جدا مش مهندس وده دورهم يعني دايما بنقول أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة يعني هي سلطة المؤسسة وهي صاحبة القرار في وكمان اللايحة مش مهندس عادلي أعطت للجمعية العمومية الكثير جدا من الامتيازات والقرارات اللي أعتقد عضو النادي الأهلي هيكون حريصة على ممارستها واستخدامها بشكل ديمقراطي الثاني قرار الحقيقة هو تم اعتماد لائحة النشاط الرياضي الجديدة وأعتقد حضرتك ويستود إبراهيم تقدروا تمتعونا بحديث في هذا الموضوع لأنه لائحة النشاط الرياضي الجديدة بتمثل نقلة نوعية في محتواها أو طريقة عرضها وده إنجاز مهم الحقيقة لمجلس الإدارة اللي كان وعد أيضا بإعداد لائحة لنشاط الرياضي تليق باسم النادي الأهلي وبفرقها الرياضية المختلفة يعني الحقيقة إنه على هامش هذا الموضوع تم منقشة الكابتن روف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي في كثير من الأمور أبرزها خسارة فريق الأول لقرة اليد بطولة أفريق الدي الأبطال يعني وظروف المشيطة خصوصاً الجمهور كان قلق وكانت بعض الكلام كده أثير فالحقيقة المجلس قال إحنا منتظرين نتيجة تقرير رئيس الباثة الكابتن جوهر نبيل وإن شاء الله الأهلي لو ليه حق يعني لن يتركه بالإضافة إلى يعني بحث كل أمور المتعلقة بهذا الموضوع ليطمئنه الجمهور وليبقى النادي الأهلي في التضارة في فل اللعب الصلاة وليس فقط في الكرة الطائرة أو كرة اليد يعني كمان الميزانية نفسها المقدمة المكتب المراجعة تم منقشتها بشمانس عدلي وهتعرض على الأعضاء في الاجتماع يوم 23 و24 إن شاء الله الأهم واللي يعني أكلم حضرتك فيه من شوية العميد محمد مرجان المدير التعفيذ النادي ده كان الشغل الشاغل الحقيقة للجنة والمجلس الزرر النهاردة هو الإعداد الجيد والتنظيم الممتاز لنهاية أفريقيا لكرة القرآن ممتزك الرقم الأرقام بتاعت الميزانية يعني الميزانية كام والموازنة كام من دول في ذهنك؟ لا لسه الحياة بشمانس يعني المجلس لم يعني هنعرفها بعد كده من السادة من السندوق طبعا تقدر حضرتك ما فيش مشكلة المعنس الأستاذ خالد رندالي إن شاء الله يقول لنا بعض التفاصيل يعني لكن بالنسبة للمباراة احنا بنذكر ثانية لأنه الوزارة الداخلية وفقت على حضو 60 ألف متفرج بتذاكر وانعقد لاجتماع التنسيق الأمن النهاردة في مدرية أمن اسكندرية وكان فيه تعاون كبير جدا الحقيقة ومشكور من الأجهزة الأمنية والذات مدرية أمن اسكندرية اللي قررت تفتح منفل فيه استاد اسكندرية علشان الجمهور اللي معدوش فرصة يسجل على الأونلاين ويشتري ويسجل معلوماته أو ليس من أعضاء الجماعة العومية يقدر يشتري تذكرة من استاد اسكندرية بشكل مباشر يعني يروح معابطة الضو بس يتاخذ رقامها أو صورة منها وياخد التذكرة لضمان الحضور والأربع فئات مقسمة زي ما حدك عارف إلى تذاكر ألف للمأسورة الأمامية 250 أولى 150 تانية و50 تالتة أو موحدة والحياة فيه إقبال منقطع نظير على السيستم على الأونلاين كل محافظات الجمهورية بتحجز وبالتالي سيتم تسليم التذاكر لهم في المكان اللي يختاروا إما القائرة الكبرى أو الأسكندرية بعد ما يدفع ليه فوري وده نظام مسترم جدا وبيسهل على الجماهير وعلى اللجنة المنظمة الحقيقة وتم تخصيص الدرجة الأولى يمين ممتاز لجمهور فريق الترجل منسي الشقيق على أن تكون المعاملة بالمثل إن شاء الله بجانة في مباراة العوضة يبقى بحضور الجماهيري الكبير والمؤثر واللي بيحرك الصخط والحقيقة أنه النادي الأهلي في أمثل حاجة لجمهوره وجمهوره العظيم لم يتخلى عنه أبدا طبعا بشمهندس ونقدر نسمع من حضرتكم أستاذ إبراهيم كلام كتير في هذا الإطار شكرا جزيلا شكرا ليك أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي